إني صدوق مصلح متردم سم معاداتي وسلمي أسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حضرات المشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسعدني أني ألتقي معاكم مرة تانية في برنامج تعالوا نقرأ معا هذا الكتاب وزي من تعرفين الكتاب اللي بنقرأ مع بعض هو كتاب السيرة المطهرة وإحنا دلوقتي بنقرأ الفصل الرابع من الكتاب بعنوان البشرة والبشير والحلقة دي مهمة أوي لأننا حنقرأ فيها النبوء العظيمة اللي طلقاها سيدنا أحمد من الله تعالى بعد ما اعتكفه الشياربور لمدة أربعين يوم فنشر إعلان في عشرين فبراير شباط سنة ألفة نمية ستة وتمانين وذكر فيه إن الله تعالى شرفه أثناء اعتكافه وأنبأه بأمور عديدة تتعلق بأمور في الغيب وإنه حيبقى يعلن عنها بالتفصيل فيما بعد وذكر الإعلان نبوءة من النبوءات اللي كانت بتتعلق به شخصيا فقال ما تعريبه إن الله الرحيم والكريم رب العزة والجلال والقادر على كل شيء جل شأنه وعز اسمه قد خاطبني بوحي منه قائلا من هنا بقى كلمات الوحي ده طبعا مترجم من اللغة الأردية إني أنعم عليك بآية رحمة حسب ما سألتني فسمعت تضرعاتك وقد شرفت أدعيتك بالقبول بخالص رحمتي وباركت رحلتك هذه آية قدرة ورحمة وقرب ستوهب لك آية فضل وإحسان ستمنح لك ومفاتيح فتح وظفر ستعطى لك سلام عليك يا مظفر هكذا قال الله لكي ينجو من براث الموت من يبتغون الحياة ويبعث من دفن في القبور وحتى يتجلى شرف الإسلام وعظمة كلام الله وليأتي الحق بكل بركاته ويزهق الباطل بكل سوئاته وليدرك الناس أني أنا القادر أفعل ما أريد وليقنوا أني معك وليرى آية بينة من لا يؤمنون بالله وينظرون إلى الله تعالى ودينه وكتابه ورسوله الطاهر محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم نظرة رفض وتكذيب ولتستبين سبيل المجرمين بشر لك فإن صبيا وجيها طاهرا سوف يهب لك وإن غلاما زكيا يكون من صلبك ومن ذريتك ونسلك غلام جميل وطاهر سوف يأتي ضيفا عليك اسمه عم منوائيل وبشير لقد أوتي روحا مقدسة وهو نقي من كل دنس ورجس هو نور الله مبارك الذي يأتي من السماء سيصحبه الفضل الذي يأتي معه إنه ذو شوكة وعظمة وثروة سيأتي في الدنيا ويشف الكثيرين من أمراضهم بنفسه المسيحي وببركة روح القدس فإنه كلمة الله لأن رحمة الله وغيرته قد أرسلته بكلمات تمجيدية وسيكون ذكيا بشكل خارق وفهيما وحليما القلب سوف يمتلئ بالعلوم ظاهرة وباطنة سوف يجعل الثلاثة أربعة لم يتضح لي معنى هذه الجملة الكلمة اللي هو بنفسه سيدنا أحمد كتب لم يتضح لي معنى هذا الجملة يعني تلقى الوحي بأنه سوف يجعل الثلاثة أربعة لكن ما فهمش معنى الجملة إنه يوم الاثنين فبورك يوم الاثنين ولد صالح كريم ذكي مبارك مظهر الأول والآخر مظهر الحق والعلاء كأن الله نزل من السماء ظهوره مبارك جدا وبظهوره ينكشف جلال رب العالمين يأتيك نور مسحه الله بصيب ردوانه سوف ننفخ فيه روحنا سوف يظله الله بظله سوف ينمو سريعا ويكون وسيلة ويكون وسيلة لفك رقاب الأسارة يذيع سيته إلى أخصى الأردين وسيتبارك به أقوام وحينئذ سوف يرتفع إلى نقطته النفسية أي السماء وكان أمرا مقضيا سوف يمتلئ بيتك بالبركات وسوف أكمل نعمتي عليك ويكون لك نسل كبير من نساء مباركات تجد بعضهن فيما بعد يزيد نسلك وأباركه ولكن بعضا منهم يموت في سن مبكر ينتشر نسلك كثيرا في بلاد مختلفة ينقطع كل فرع من فروع أقرباء آبائك وينتهي نسلهم وما لم يتوبوا فإن الله سوف ينزل عليهم بلاء بعد بلاء حتى يقضي عليهم سوف تمتلئ بيوتهم بالأرامل وسينزل غضب الله على جدرانهم ولكن إذا تابوا إلى الله فإن الله سيتوب عليهم برحمة منه سوف ينشر الله بركاتك ويحيي بك بيتا خلبا ويملأ بالبركات بيتا موحشا لن ينقطع نسلك بل سيزهر إلى آخر الأيام سوف يخلد الله اسمك مجللا بالشرف إلى آخر يوم من عمر الدنيا وسيبلغ دعوتك إلى أطراف الأرض أنا سأرفعك وأدعوك إلي ولكن نسمك لن يمحي أبدا من على وجه الأرض إن كل من يبغون إهانتك ويريدون فشلك ويتمنون هلاكك هم أنفسهم سيفشلون ويموتون خائبين خاسرين ولكن الله سوف يعطيك كل فوز ويحقق لك كل أمانيك إنني سأزيد عدد أصحابك المخلصين الذين يحبونك من أعماق الكلوب وأبارك حياتهم وما يملكون فينمو عددهم وسيكونون إلى يوم القيامة غالبين على حزب الحساد والمعاندين من المسلمين الآخرين إن الله لن ينساهم ولن يغفل عنهم بل لهم أجرهم بقدر إخلاصهم أنت مني بمنزلة أنبياء بني إسرائيل أنت مني بمنزلة توحيدي أنت مني وأنا منك إن الوقت لآت بل إنه لقريب حين يلقي الله محبتك في قلوب الملوك والنبلاء حتى إنهم سيتباركون بثيابك يا من تنكرون وتعارضون الحق إن كنتم في شك من عبدي وإن كنتم تنكرون فضلي وإحساني الذي أنعمت به على عبدي فأتوا بآية صادقة في أنفسكم مثل آية الرحمة هذه إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا فاتقوا النار التي أعدت للعصات والكاذبين والمعتدين ولابد إننا نقف هنا وقفة صغيرة عشان نلقي نظرة فاحصة على النبوء الإعجازية دي فهي تتضمن أنباء وبشارات بظهر الغيب فهي مش من طراز الكلام اللي بيقولوا العرفين والدجالين واللي بيقروا الكف وغيرهم ولا هي من الأمور اللي غالبا ما بتحصل عند عامة الناس وصاحب النبوءة ما كانش من عامة الناس وإنما كان أعلم في الوقت ده إن الله تعالى أخبره بأنه المجدد اللي بعثه سبحانه على رأس القرن الرابع عشر الهجري للدفاع عن الإسلام والإثبات صدقه وصدق القرآن وصدق نبوة رسول الله ولذلك كان أعداء الإسلام بيتربصوا بيه وبيحاولوا يسيئوا إليه بكل طريقة وبيبحثوا عن طريقة لانتقاده وضحض أقواله وجات النبوة دي رد على كل الخصوم والمخالفين والمتشككين فإيه اللي كانت بتحتويه النبوة دي هنقول إتناشر حاجة أولا إنه سوف يعيش أمدا طويلا لأنه سوف يرى نسلا بعيدا طب ومين اللي يقدر يضمن حياته اليوم واحد أو حتى لساعة واحدة إلا إذا كان تلقى من الله وعد بكده وهل يجرؤ الكذاب أو الدجال إنه يفتري على الله ويقول إنه سبحانه وتعالى ضمن له إنه يعيش لزمن طويل وإذا افترضنا إنه واحد من الدجالين اتجرأ إنه يفتري على الله الكذب ويفتري عليه بالشكل ده فهل يحقق الله تعالى كلامه ويسيبه يعيش بالفعل أمد طويل ثانيا إن الله سوف يرزقه يرزقه بالذرية طبعا كل إنسان بيتجوز بيتوقع إن ربنا يرزقه بالذرية ولكن مش كل حاجة بيتوقعها الإنسان لازم تحصل والشخص اللي يجذب على الناس ويدعي كذبا أن الله بيوحي إليه يبقى بيتحدى الله تعالى فهل من المعقول إن الله تعالى يسمح بتحقق النبؤات الكذبة للشخص اللي بيتقول عليه ويتحداه علنا قدام الناس مش ده شيء يستوجب إن الله تعالى يحرم الكذب ده من إنجاب الزرية ويخليه يبقى عقيم عشان يفضح كذبه قدام الناس خصوصا وإن سبحانه هو اللي قال ويجعله من يشاء عقيما ثالثا سوف يولد له ولد يكون له شأن عظيم وكم من الناس بيتجوزوا بينجيبوا ولكن بيحصل إن ربنا يرزق بعض الناس بالبنين ويرزق بعضهم بنات وأحيانا يحصل إن ربنا يرزق حد بالبنين والبنات وبعدين يموت البنين وما يفضلش غير البنات فمين اللي يقدر يقرر إنه حيتولد له ولد وإن الولد ده حيطول به العمر لغاية لما يكون له شأن عظيم مين اللي في قدرته يحقق ده غير الله تعالى اللي بيقول يهبوا لمن يشاء إناثا ويهبوا لمن يشاء الذكور وعلى فكرة النبوءة دي بتحقق كمان حديث ذكره رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم عن مسيح آخر الزمان فقال عنه يتزوج ويولد له في مشكات المصابيح وده معناه إن زواجه حيكون مبارك وإنه حيتولد له ابن له شأن عظيم زي الناس ما بتقول إن فلان ده خلف يعني إنه أنجب زرية لها شأن عظيم وعشان كده سيدنا رسول الله بيقول إنه هو يولد له رابعا إن نسله لن ينقطع أبدا بل ينتشر في بلاد كثيرة والنبوءة دي تحققت بالحرف فكتير من نسله بيعيش في البلاد الأوروبية وفي أمريكا وفي كندا وطبعا بيعيشوا برضو في أسيا ومن قطعش نسله وإنما بارك الله فيه وهو في ازدياد المستمر بحمد الله فهل ممكن الكذاب يقول نبوءة زي دي وهل يحقق أهاله الله برضو خامسا إن نسله كل فروع أقرباء آبائه سوف ينقطع إلا إذا تابوا طبعا ده شيء مش في مقدور البشر إنهم يتحكموا فيه وقادي عيلة سيدنا أحمد عليه السلام موجودة لكن كل فروعها اللي ما أمنوش بيه ونصبوه العداء انتهت وما بقاش لهم نسل على قيد الحياة لكن كل الفروع اللي أمنت بيه وانضمت إليه استمر نسلهم ودي آية لذوي العقول والألباب يمكن اللي سمعوها في وقتها ما كانش عندهم القدرة لمعرفة كيفية تحقيقها ولكن دلوقتي بعد مرور أكتر من 120 سنة على نشر هذه النبوءة ممكن لكل إنسان شريف بيبحث عن الحق إنه يشوف بعينه إزاي حقق الله تعالى وعده وإذا كان عند المخالفين والمعارضين ذرة من الشرف أو من تقوى الله فعليهم يقدموننا ويقدموا للعالم كله فرد واحد فقط من ناس لفروع إيلة مرزة غلام أحمد اللي لم يؤمنوا بيه ويقولوا أهو على قد الحياة لغد الوقت لكنهم طبعا مش هيقدروا يعملوا كده ولو دام بحثهم لغاية يوم القيامة سادسة إن الله سيبلغ دعوته إلى أطراف الأرض ما كانش سيدنا أحمد في الوقت ده يعرف إنه هو الإمام المهدي أو المسيح الموعود ولا كان يعرف إن الله تعالى حيؤمره بإنشاء جماعة وإن الجماعة دي حتنتشر في أطراف الأرض كل اللي كان يعرفه في ذلك الوقت إن الله جعله مجدد للدفاع عن الإسلام وبس ومع ذلك بيقوله إنه حيبلغ دعوته لأطراف الأرض ودلوقتي بعد أكتر من 120 سنة على النبوءة دي نلاقي فعلا إن رسالته انتشرت في أقصى أطراف الأرض وجمعته موجودة في أكثر من 180 دولة من دول العالم فلو كان كذاب ودجال والعياذ بالله زي بعض النسمة بيتهموه فهل الله تعالى يحقق نبوءات الكذابين والدجالين بالشكل ده سابعا النسمة لن يمحي أبدا من على وجه الأرض لكم قامت دعوات كاذبة وبعدين مات مؤسسوها وبعدهم ضاعت الدعوة وماتت أو انحرفت وما بقلهاش أي شأن يذكر فين مسلمة الكذاب والأسود العنسي وسجاح الكاهنة كلهم ادعوا النبوة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفين علي محمد الشيرازي اللي ادعى انه المهدي في إيران سنة 1844 وهلك سنة 1850 وفين مهدي السودان اللي ادعى انه هو الإمام المهدي سنة 1879 وهلك سنة 1885 سيدنا احمد ما كانش في الوقت ده ادعى شيء غير انه مجدد وما كانش له اي جماعة ومع ذلك وعدوا الله تعالى بان اسمه مش هيتمحي ابدا من على وجه الأرض فسبحان الله سبحان من حقق وعده سامنا ان كل من يتمنى هلاكه ستحبط أعماله ويموت خائبا ولكم كان أعداء الإسلام في الوقت ده يتمنوا هلاكه والقضاء عليه وكان زعماء طواقف الهندوس والبرهمة والأرية والمبشرين بتوع الإرساليات المسيحية يتمنوا كلهم هلاكه وخصوصا بعد ما أفحمهم وأطل حجاجهم في التهجم على الإسلام بكتابه العظيم البرهين الأحمدية ولكنهم كلهم هلاكوا وماتوا خيبين وأما هو فجعل الله تعالى الإمام المهدي فجعله الله تعالى الإمام المهدي والمسيح الموعود والحكم العدل والأيام والسنين اللي جاية هتحقق بإذن الله هلاك وخيبة جميع أعداءه ونجاح وانتصار جمعته في كل مجال وأنتم يا حضرات المشاهدين العرب أنتم شاهدين على تحقق النبوءة دي فلما بدأ الأمص المشلوح زكريا بطرس يبث سمومه ويعمل على تنصير المسلمين ويتهجم على الإسلام قامت هذه الجماعة المباركة بالدفاع عن الإسلام وتفنيد عقائد الأمص المشلوح ده في برنامج أجوبة عن الإيمان وبرنامج الحوار المباشر وبعض البرامج التانية وعارفين حضراتكم النجاح اللي أكرم به هذه الجماعة والخيبة اللي بالويبة اللي نزلت على دماغ الأمص المشلوح حتى أنه ما أجرش لهو ولا غيره يرد على أي حاجة من اللي قدمتها هذه الجماعة تاسعا سيزيد الله عدد أصحابه المخلصين ويبارك حياتهم وما يملكون وينم عددهم وتكون لهم الغلب على الآخرين الذين يحسدونه ويعاندونه والله تعالى حقق الوعد ده ولا يزال بحققه فعدد أصحابه في الوقت ده ما كانش يزيد عن بضع عشرات فإذا به يصل أثناء حياته إلى بضع مئات من الألوف وبعدين وصل إلى بضع ملايين وحيوصل بإذن الله إلى بضع بلايين مليارات لما تكون لجماعته الأغلبية العظمى بين البشر ويريت إخوانا المسلمين التانيين اللي مازالوا خارج نطاق أكباعه المخلصين ياريتهم يشوفوا الشجرة الطيبة الفارعة في الشجرة اللي يمكن تبدو اليوم النهار ده تبدو إليهم لسه صغيرة ويريتهم يدركوا إن الله غالب على أمره وأنه حتما محقق وعده عاشرا إنه بمنزلة أنبياء بني إسرائيل ودي نبوءة بتبين إنه حيكون مسيح آخر الزمان فحيبقى مثيل لعيسى بن مريم عليه السلام اللي كان رسول لبني إسرائيل وبتبين كمان المعاناة والاضطهاد اللي حيتعرض له أتباعه زي معانا أتباع موسى عليه السلام من اضطهاد فرعون وزي معانا أتباع المسيح عليه السلام من اضطهاد اليهود والرومان أحد عشر إن الله سيضع محبته في قلوب الملوك والنبلاء حتى إنهم سيتباركون بثيابه في زمن سيدنا عيسى ما كانش حد من اليهود والرومان يتوقع إن أتباع عيسى عليه السلام اللي كانوا قلة ضعيفة في زمن الإمبراطورية الرومانية حيخرج منهم الملوك والأمراء والنبلاء ولكن وعد الله تعالى لابد إنه يتحقق وهو سبحانه الذي قال وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا طبعا الوعد ده ما تحققش في سنة ولا سنتين ولا في قرن ولا في قرنين وإنما اقتضى الأمر مرور ثلاث قرون وربح لغاية لما دخل الإمبراطور قسطنطين في المسيحية وحتما حيجي اليوم اللي يتحقق فيه برضو الوعد ده اللي تلقاه سيدنا أحمد عليه السلام وحتى تبارك ملوك الأرض ونبلاءها بثياب سيدنا أحمد وفي حدث حصل في الاحتفال المئوي على مرور مئة سنة على إنشاء الجماعة كان سنة 1989 إذ حضر من أفريقيا بعض ملوك القبائل وبعض النبلاء من غرب أفريقيا وكانوا دخلوا في الجماعة وتشرفوا بأنهم بقوا من أتباع الإمام المهدي عليه السلام واستقبلهم خليفة الإمام المهدي وكان الخليفة الرابع مرزى طاهر أحمد رحمه الله وكان لابس معطف من ملابس الإمام المهدي وتحققت النبوء بصورة رمزية مع ملوك القبائل الأفريقية واللي قد بتحقيقها بصورة رمزية حيحققها بإذن الله تعالى بصورة عالمية فطوبة لمن وعد درس وشاف النور قبل فوات الأوان ثاني عشر إنها آية رحمة لا يستطيع المعارضون للحق أن يأتوا بمثلها فيه تحدي اللي بتنتهي به النبوءة الإعجازية دي وهو بشابه التحدي اللي ذكروا القرآن المجيد في سورة البقرة عن فشل المتشككين في القرآن إنهم يأتوا بصورة من مثله فبيقول الله تعالى في النبوءة يا من تنكرون وتعارضون الحق إن كنتم في شك من عبدي وإن كنتم تنكرون فضلي وإحساني الذي أنعمت به على عبدي فأتوا بآية صادقة في أنفسكم مثل آية الرحمة هذه إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا فاتقوا النار التي أعدت للعوصات والكاذبين والمعتدين فهل يمكن للكداب أن يقول الكلام ده ويتحدى به الجميع وإذا افترضنا إن ده ممكن مع إنه مستحيل فهل يستجيب الله تعالى ويحقق كلام الكداب ده زي ما سبحانه حقق كل ما جاء في النبوة الإعجازية دي ثم هل استجاب استجاب حد للتحدي ده فورنا في نفسه آية زي آية الرحمة دي يا ناس يا ناس لغاية إمتى عايزين تبعدوا عن رحمة الله وهي قدام عينيكم وبين إيديكم طوبى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد فقد كتب سيدنا أحمد عن الوؤى الإعجازية دي ولفت أنظار الجميع للي جاء فيها من وعود معجزة وأكد إن كل الفضل اللي نالوا من الله تعالى كان بسبب اتباعه لدين الإسلام وهو الدين الحق اللي يرضى عن الله تعالى عنه من بين أديان الأرض كلها وإن الغرض من كل الفضل له هو إنه يظهر للعالم أجمع صدق رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم ولذلك نشر النشرات وأعلن الإعلانات وفي إعلان بتاريخ 22 مارس أزار سنة 1286 قال إن هذه ليست مجرد نبوءة بل هي آية عظمى من السماء أظهر الله تعالى ليبين صدق وعظمة نبينا الكريم الرؤوف والرحيم محمد المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن هذه الآية أعظم مئة مرة وأولى وأفضل وأكمل وأتم من إحياء الميت إلى الحياة لأن حقيقة إحياء الميت هي إعادة الروح إلى الجسد عن طريق الدعاء في حضرة الله ولكن في هذه الحالة التي أنا بصددها فإن الله القدير بفضله العظيم وجوده الكريم وببركات خاتم النبيين صلى الله عليه وعلى آله وسلم وباستجابة دعاء هذا العبد المتواضع قد وعدني أن يرسل روحا مباركة سوف تنشر بركاتها الظاهرة والخفية في الأرض كلها وقد تبدو هذه الآية للوهلة الأولى كأنها مشابهة لرد الميت إلى الحياة ولكن حين التدبر يتبين أنها آية تفوق إحياء الميت بمئات المرات وفي حالة إعادة الميت إلى الحياة تعود الروح إلى النفس بوسطة الدعاء وكذلك في الحالة التي نحن بصددها قد طلبت الروح بوسطة الدعاء ولكن ما أعظم الفرق بين تلك الأرواح وهذه الروح مجموعة الإعلانات جزء واحد صفحة 114 و115 وفي نفس الإعلان ده حدد أن الإبن الموعود حيتولد حتما خلال تسع سنوات ويمكن المشاهد يلاحظ المقارنة المذكورة في الإعلان ده بين الوعد بمولد ابن له وبين رد الميت للحياة ويمكن الوهلة الأولى يبدو أنه مفيش علاقة بين الاتنين عشان يقارن بينهم ويمكن الوحد يستغرب ويتساءل ليه سيدنا أحمد رابط بينهم والسبب أن المبشرين المسيحيين في الهند في الوقت ده كانوا مليين الدنيا كلام وضجيج زعما بأن يسوع المسيح هو ابن الله مرة ومرة تانية يقوله هو الله وأنه عمل معجزات محدش عملها من البشر وزعموا أنه أحيا الموتة بينما ما قدرش محمد يحيي حد من الموتة وكان ده في زعمهم بيدل على أفضلية يسوع المسيح وتفوقه على نبي الرحمة والإحسان صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعشان كده أراد سيدنا أحمد أنه يبين للمبشرين المسيحيين دول أن النبوء اللي هو تلقاها من الله تعالى واللي بتتضمن وعد بمولد ابن له تعتبر دليل على عظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدي واحد من أتباعه وخادم من خدامه بيوعده الله تعالى بخلق روح جديدة وإيجاد نفسه من العدم وده يفوق اللي عمله ابن الله بزعمهم من رد روح كانت مخلوقة وموجودة إلى جسد كانت بتتعلق به الروح دي فإذا كان الله تعالى وعد بخلق روح وخلق نفس وخلق جسد من العدم لواحد من خدام رسول الله فما أعظم ذلك السيد الذي هو سيد البشر أجمعين بل إن الخلق ده اللي جعل الله تعالى آية لخادم من خدام محمد صلى الله عليه وسلم بيدل على كل الخادم ده أعظم من ابن الله المزعوم اللي ما قدرش يعمل هاجة غير إن يرد الروح المخلوقة فعلا للجسد بتاعها لكن أعداء الإسلام ما كانوش بيقبلوا الحق زي الشرفاء من الناس إنما راحوا يزعموا إن النبوءة دي مش هتتحقق وإن مرزى غلام أحمد ده رجل عنين ومش هيقدر يخلف وإنه أعطى لنفسه فترة التسع سنوات على تحقق النبوءة علشان الناس تنسى اللي قالوا واللي أعلنوا فيها فنشر إعلان تاني في 8 أبريل نيسان 1886 وقال فيه ما يلي إن الصفات والميزات الخاصة المذكورة في النبوءة المتعلقة بالإذن الموعود لهي عظيمة بحيث لا تتأثر عظمة وجلال النبوءة حتى ولو تأخر تحققها إلى مدة ست سنوات أو ضعفها إن العدل الصريح النابع من قلب كل إنسان يشهد أن تحقق مثل هذه النبوءة العظيمة التي تنبئ عن مولد شخصية بارزة خاصة لهو أمر يفوق طاقة البشر إن تلقي مثل هذه البشرة نتيجة لاستجابة الدعاء لا يعتبر مجرد نبوءة بل هو آية سماوية عظمة مجموعة الإعلانات جزء واحد صفحة 116 إلى 117 وفي الإعلان المؤرخ أول ديسمبر كانون أول 1886 وضح إن كلمات الوحي اللي جات في إعلانه المنشور في عشرين فبراير إشباط 1886 واللي تبدأ بجملة غلام جمير وطاهر سوف يأتي ضيفا عليك وتنتهي بجملة مبارك الذي يأتي من السماء بتشير إلى فترة قصيرة من حياة لأن الضيف هو اللي يمكس أيام قليلة وبعدين يرحل قدامنا ولكن الجمل اللي بعد كده بتخص المصلح الموعود اللي توصف بالنبوءة بإنه فضل من الله وفي الحاشية بتاعت الإعلان ده قال إن الغلام سوف يولد حتما حسب الوعد الإلهي إن السماء والأرض قد تزولان ولكن لا يمكن ألا يتحقق وعد الله واللي حصل فعلا إن حسب الجزء الأول من النبوءة إنه تولد صبي لسيدنا أحمد في 7 أغسطس آب 1887 وكان هو ده الضيف اللي ذكرته النبوءة ولذلك بعد 15 شهر ارتحل عن الدنيا في 4 نوفمبر 1888 وكان اسمه بشير أحمد وتعرف فيما بعد باسم بشيري الأول وطبعا راح أعداء الإسلام يهلله ويهيصه ويقولوا إن النبوءة ما تحققتش لأن الصبي اللي تولد أهو مات ولكن وقت الحلقة خلص وحنبقى نكمل في الحلقة الجاية إن شاء الله وإلى أن نلتقي مرة أخرى لكم مني أفضل الأمنيات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته